ورطة صحيح ورطة حصلت في السعودية وموقف محرق جدا شاهدته زيارة رئيس التركي راجب طيب أردغان للمملكة العربية السعودية ولقاءه مع اللي كاسر عينه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعالوا نفهم الموضوع ده بشيء من التأمل والتحليل السلام عليكم وصل رئيس التركي للسعودية وكان في استقباله الأمير خالد الفصل الزيارة مش عادية طبعا وده مش بس لأنها جاية بعد سنين من القطيعة لا لا الموضوع مش كده الزيارة بتمثل موقف محرق جدا وورطة كبيرة قوي لأتباع أردغان وتحديدا جماعة الإخوان لذلك بقى لهم يومين بيتخبطوا ومش عارفين يقولوا إيه عن الزيارة ده غير أنه روع بدب في قلوبهم إضافة للإحراج اللي هم فيه وأنا هنا هتناول الإحراج والورطة من جانب ملف واحد بس ملف خشوجي الورطة والإحراج باختصار أننا لو رجعنا بالتاريخ كم سنة بس هنفتكر أن أردغان كان بيهدد وبيرعد وبيثبت بشكل مباشر ضد الأمير محمد بن سلمان واستخدم الرئيس أردغان ملف خشوجي تحديدا وتوعد الأمير محمد بن سلمان فأكتر من مناسبة واتهموا بشكل مباشر وغير مباشر بقتل جمال خشوجي مش بس كده إعلام تركيا النطق باللغة العربية وما إعلام قطر وإعلام الإخوان برضو كانوا بيقولوا نفس الكلام ده حتى أردغان ألف مرة من المرات أن دماء خشوجي دين فرقبتنا وإعلام تركيا والإخوان وقطر كانوا بيتهموا الأمير محمد بن سلمان بقتل خشوجي بشكل مباشر لا لابسة فيه مش بس كده لا دول كمان كانوا بيأكدوا أن رئيس التركي أردغان لم ولن يتنازل عن معاقبة ما بين قصين الأمير محمد بن سلمان على حد أولهم وكانوا بقى في السكة دي بيعملوا لهم مقدمات نارية وتأرير موجهة ومقالات وتغريدات وبستات وبرامج وطائقية واستقصائية وكلها كانت باتجاه أن دم خشوجي حيجيبه أردغان من الأمير محمد بن سلمان وعلى حد أقولهم برضو أردغان لن يكل ولن يمل حتى تتحقق العدالة اللي بحسب وجهة نظرهم ووجهة نظرهم دي كانت ولازالت بتقول أن الأمير محمد بن سلمان هو الأمر بقتل خشوجي ماشي الكلام ده يا سادة واضح والأمور واضحة لحد هنا طيب تعالوا نعرف بقى هي الورطة والإحراج لأنه بناءا عليه زيارة أردغان للسعودية ولقاءه بالأمير محمد بن سلمان بيعني حاجة واحدة بس من حاجتين ما لهمش تالت وكلا الحاجتين محرجين جدا للإخوانجية والعبيد أردغان على مختلف أنواعهم وشريحهم الحاجة الأولى هي أن أردغان تنازل عن قضية خشوجي ورح يشوف مصلحته مع السعودية وبالتالي ثوبت شرعا وبالدليل القاطع أن أردغان مش صاحب كلمة ومش صاحب مبدأ وبالتالي لا يمكن الوثوق بكلامه ولو أعوده في أي ملف ولا في أي قضية من الآخر كده رجل هتجلسه بتاع كلامه الحاجة التانية هي أن كل كلام أردغان عن قشوجي وعلاقة ولي العهد بمقتله كانت فبراكات وأكاديب والدليل مش قالوله لا الدليل هو قدامكم راح السعودية وبيسلم على الأمير محمد بن سلمان وقبل كده كان حول ملف قضية خشوجي للقضاء السعودي وقبل بالأحكام السعودية في القضية يعني بالبلد كده أردغان اتضح أنه كدب وإعلامه وإعلام قطر وإعلام الإخوان كدبين كلهم لذلك وكخلاصة للكلام يا سادة يا كرام الإخوان جاي في الحال تمت وغطين ومحرجين وعلشان كده بيعيشوا حالة ارتباك مش طبيعية وطبعا معهم مرتزقة الإعلام القطري لأنه مش لقين طريقة ترقيع الزيارة غير شعورهم بالخزلان وخلوا بالكم أنا اتناولت الورطة والإحراج اللي هم فيه من جانب ملف قشوجي وبس وكتفيت بدا مع أنهم فحرك في كل المواقف اللي اتخذها أردغان ضد السعودية وكانوا هم ساعتها بيطبلوله في إعلامهم سبق وأشرت في كذا حلقة أن أردغان أدرك أنه راهن على الحصان الخسران اللي هو قطر والإخوان وتحالف رباعي ما بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين كسروا شوكة أردغان هو وخلفائه اللي راهن عليهم فأدرك أردغان متأخر أنه رغق نفسه ورغق بلده في صفقات خسرة وأطماع ملوش فيها سبيل والدليله جاي زليل يزبط العك اللي عكه خلال السنين اللي فاتت ويشوف مصلحته بقى وصاب قطر والإخوان جاية ينضبوا حظهم ولا عزاء لهم وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله